بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اهلا بكم في كرسي الاكسس ودلوقتي بفضل الله هنعمل حاجة تاني وهي تعالوا نفتح اخر فورم احنا اشتغلنا عليها على سبيل المثال دلوقتي احنا هنتعلم ننزل كومبو بوكس هتقول لي الله طب ما احنا قبل كده تعلمنا ننزل الادوات اه بس دلوقتي احنا لما هننزل الكمبو بوكس ايه اللي هيحصل يعني انا دلوقتي لو روحت الكمبو بوكس ودست عليها ورميتها مطرح مرميتها بص ايه اللي هيحصل نزلت معي تمام طيب الكمبو بوكس دي نزامها ايه بقى يعني انا دلوقتي لو جيت شغلت وفتحت فيها حاجة فاش حاجة كومبو بوكس ما لاش اي لازمة اوكي لان كده كده اصلا الفورم دي اللي انت شغل بها انت عاملها شغلة بشكل يعني زي منوال فزي ما انت ما ملاحظ كده خلاص طيب انا دلوقتي لو جيت عند الكمبو بوكس وروحت عند الديتا فتحت كده جابت لي مسلا الدبارة منت اي دي والدبارة منت اي طيب خلينا اخترنا الدبارة منت اي دي على سبيل المنسال وروحت جاي مشغل بص جاب لك ايه واحد بس ما جابش حاجة تاني يعني زيها زي تيكست بوكس ركز في دي بص بص يعني اكي انها بزبط تيكست بوكس طيب ماشي واحدة واحدة بقى بقى بوقفت عليها واخترت لها الدبارة منت نيم ها وروحت جيت شغلت ها فيها حاجة لأ زيها زي ايه تيكست بوكس برضو يعني هي بتعرض معاو خلاص حلو اوكي لعود فيو ماشي هتهالنا تاني طيب انا دلوقتي هلغي اللي فيها خالص كده مش مرتبطة بحاجة طيب لو انا دست هنا هيطلع لي الكلام ده لا ده ده لسه ايه مش دلوقتي تمام طيب عايزين نزبط هذا الموضوع عايزين نبدأ نفهم هذا الموضوع نعمل ايه طيب تعالى ندور على خصائصها زي ما عملنا قبل كده يعني مسلا مسلا لو انا وقفت عليها كده تمام وجيت عند اله خلاص لا روح بقى عند الرو سورس هاخد بالك لو انا جيبت الرو سورس مسلا مسلا يعني وروحت مختار كده واختارت اله في الرو سورس وعملتش حاجة ثاني بس معملتش حاجة ثاني وروح تجيت شغلت ايه حاجة هتحصل اه حصل عبهالك لوحده بالكي او بالبرايمر كي بتاع الجدول لوحده اهو طب لو انا اخترت منها حاجة هتحصل حاجة يعني مسلا انا ده بختار حاجة زي كده بص هل حصلت حاجة لأ طب اخترت لأ مفيش حاجة حصلت صح طيب اركز بس في اللي بيحصل علشان وانت شغال تبقى عارف انت هتعمل ايه طيب دي كده اول الحاجة خلاص خلاص انسى بقى اللي احنا عملناها ماشي كده يعني كده اللي احنا عملناها انا لغيته خلاص لغيته خلاص كده تمام حلو طيب تعال نجرب حاجة تاني هقف عليها كده وهاجي عند ال اه الرو سورس هختار دي بارتمنت وهروح عند الكنترول سورس هختار دي بارتمنت اي دي وهاجي ايه اشغل هيحصل حاجة اه حصل حاجة حصل ايه يعني حصل انه هو في قيم طب لو انا اخترت واحد اتأثر صح اتنين اتأثر تلاتة هو ايه اللي اتأثر ده الاي دي لتأثر صح اربعة خمسة ده الاي دي لتأثر اي دي ده الواحد اللي اتأثر لكن ده ما اتأثرش طيب ماشي اوكي عشان بقى ايه هدوس بقى دوس سكيب بقى هدوس سكيب عشان ايه ترجع كل حاجة زي ما ايه لان اللي انا بعمله اصلا مش هو المطلوب خالص بس احنا ايه بنفهمه واحدة واحدة خلاص رجع كل حاجة زي ما كانت اهو شيل دي وشيل كمان دي اهو حلو كده طيب هقف عليه تعال هنا اكتب جملة استعلام ايه رايك بقى تعال نجرب كده نكتب مسلا مسلا بنجرب مع بعض اهو سيليكت اوكي استرسك بقى لاش استرسك سيليكت دي بارت منت اندرسكور نيم فروم دي بارت منت او رح داس انتر ايه اللي هيحصل بس مش عارف تعال انجرب تعال اوقف هنا كده في حاجة هتحصل اه حصل ان هو عبى ليك كل اسماء اللي عندك اهو يعني انا انا جيت انا ورحت دايس اهو بيختار بيختار لكن ما فيش حاجة حصلة تتأثرت فوق خد بالك اللي انا عملا اركز معاك عشان كمان شوية هتلاقي في حاجة بتتأثر بس تصبر علي اتخدت بالك من القصة بص شايف عاملة ازاي اهي شايف عاملة ازاي اهي خلاص اهو شايف المنظر بص بتختار عادي لكن ما فيش حاجة هنا بتتأثر طب ممتاز يبقى احنا كده عملنا ايه عملنا جملة استعلام طيب خليها سيليكت استرسك مش 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 دبارة منت استرسك بالمنظر ده كزا ايه اللي هيحصل ايه اللي هيحصل اشيل بس البواقي دي اه جاب لك الارقام لوحده ما اختار ما بيأثرش حاجة خلاص لغاية هنا احنا عملنا نجرب تمام طيب اشيل بقى الكلام ده معلش خلاص وتعال ايه اعمل لي سيفد الفورم دي انا في حاجة بس عايز اجربها عايز اقفل الفورم دي خالص وافتحها من جديد ومعلش نجيب وانزل كومبو بوكس كده هولي هي دي الشاشة اللي انا مستنيها تطلع من شوية كانت معلقة قفلت الفورم وفتحتها تاني رحت ايه جت الشاشة دي بقى حوار تاني خالص يعني انا الاول اللي ورتها لك ايه ماني ولي صح او لا الاول اللي ورتها لك ماني ولي دلوقتي بقى ويزرد بس ويزرد احترافي شوية يعني هنا حاجة من ثلاثة بص باختصار كده اول واحدة ديك معناها ايه ان انت هتجيبه من جدول تاني غير الجدول اللي انت عليه ماشي كده واخر اختيار معناها ان انت هتجيبه من نفس البيانات اللي انت عليها ماشي خلاص والاختيار اللي في النص معناها انك انت هتعمل عناصر بمزاجك بس كده تعالى نختار الاختيار الاخير اللي هو هجيب من نفس البيانات اللي انت عليها والاختيار اللي في النص اللي انا عليها. وتعالى ندوس ايه? عايز تجيب من اين? قلت له انا عايز اجيب النام. وبص هنا بقى في حتة حلوة اوها هيعملها لك جنب جدا. لما انا هقول له عايز اجيب النام وهدوس كده. خلاص كده خلاص. ما تقولش ال اي دي. ما تقولش ركز بس. اصبر وركز. هقول له انا قلت له النام بس. وقلت له ايه? بص جاب لك ايه? جاب لك كل العناصر اللي المفروض انها هتزهر. حلو. وفي هنا اختيار مهم جدا بيقول لك. يعني ايه? لو شلت العلامة من عنيها هتفهم بص. لو شلت العلامة هيزهر لك بتاع الجدول. حطيت العلامة هيخفيه. خليه ما يخفي عشان اواريك الفرق كمان شوية. وخلاص كده. اللي جاي على الاسم وخلاص. مش مهم الاسم ان هو يحطه اوتوماتيك وهدوس فنش. بص بقى هنا اللي هيحصل. اعمل لي سيف. وتعالي اشغل كده. فاضي يا صح? لا افتح. اه? ظهر لك اسماء الاقسام. طب انا هختار مسلا جافا. اه. الفور ما تأثرت يا معلم. خد بالك بقى. عشان كده كده كدت عمل اركز معك وقول لك ايه? خد بالك ما بتتأثرش. خد بالك ما بتعملش. خد بالك ما فيش حاجة حصلت. لكن دلوقتي فيه بقى. بص انا اخترت ايه? استي شارب. بص اللي يحصل. شايف? ده الواحده غير الاتنين. خد بالك. بص واحد الواحده غير واثر على الفورم. خد بالك لما عملتها بالوزرد شاف ايه اللي حصل بص. الواحده اثر على الفورم اهو. زي ما بتلاحز معي بص الواحده اثر على الفورم. شايف المنزر? شايف? شايف? اه فتركز بقى معي. طب. دي كده حاجة. الحاجة التانية. هتوقف على كومبو بوكس وتعالي رميه هنا. تظهر لي نفس الشاشة. وانا وردتك لما علاقات مع عامل شوية عملت ايه? افلت الفورم افتحتها تاني. طيب اختار لي نفس الاختيار. وهوريك بقى الهايه دي هتعمل ايه? اختار برضو نيم. شايف ان هو اصلا بيتعامل كمان مع حاجة جامدة جدا. بص بقى. شير العلامة دي. وخليه ظاهر. خلاص. بص اللي هيحصل بقى. ركز بقى معي. ركز جامد. اعمل سيف. شغل بقى الفورم بتاعتك. افتح دي بقى كده. اه بص. واحد اتنين جافا. تلاتة سي شارب. ايه رائيك? وبيقصر برضو على الفورم. شايف المنظر? اهو شايف? شايف جايه ازاي? شايف المنظر? اهو. بيقصر برضو على ايه? على الفورم ايه? ايه تمام كده. خلاص? فانت هنا بتزبط باللي انت عايزه. بفضل الله زم انت ملاحظ معي كده. طيب حلو قوي. لغاية كده تمام. طيب لو انا نزلت كومب بوكس. ومن الوزارد ده اخترت برضو اخر اختيار يعني نفس الكلام. وروح تعمل وروح تمختار ادبارة منت اي دي. وروح تعمل ايه? نيكست. جاب لها. وروح تعمل ايه? خلاص. هنا ايه اللي هيحصل? يعني اما اجا شغل ها? ها? تجي تفتح كده. اه? ظاهر لك ارقام الاقسام. فلما بتجي تختار قسم بيقصر على الفورم كلها. ها? لكن خد بالك لاحظ معي حاجة ان هو ما اصرش على ده. صح? اصر على كله معده ده. بص شايف المنظر? طب لو انا اخترت من ده. ها? اربعة اصر على كله معده ده. شايف ازاي? شايف المنظر? يعني تحس ان التلاتة كومبوكسل اللي احنا نزلناهم بيقصروا على الفورم لكن ما بيقصروش على بعض صح او ايه? يعني انا انا عملت كده مسا. اصر على الفورم لكن ما بيقصروش على بعض. ركز في دي برضو ها? ركز في دي. كل دي اختبارات انت بتتعلمها عشان وانت شغلت بقى عارف انت بتعمل ايه? وكلها زي ما انت انا شايف حاجات سهلة يعني. في الاخر بتلاقي نفسك عملت فورم اصلا يعني الطابلر ولا الكلمونر ولا الحاجات اللي احنا عمناها في الاول ديك ما انت ممكن تعمل بقى وخلاص يعني. بس يعني هدخلك شوية في التفاصيل مش اوي يعني زي ما بفضل الله هنزبط مع كورس هندخلك شوية في التفاصيل بحيس لما تكون عايز تعمل حاجة ان شاء الله بفضل لا ايه? تعملها وتضيف والكلام ده. بس تضيف يعني بحرص وانت فاهم ايه اللي هيحصل وايه النواتج وايه العواقب اللي ممكن تتم. طيب ايه تاني? مسلا. طبعا انت بقى ممكن تجربة كتر مني يعني. لو انا مسلا جبت الجزء بتاع ديزاين ده. هنزل كومبو بوكس تاني. طبعا انا خلاص بقى دي واضحة كده. صح? دي ايه? واضحة. لو انا اخترت الاختيار الاولاني ده. لو انا هجيب من جدول تاني خالص. نيكست? اه عايز تجيب من اين? خد بالك انا بص عايز الجداول ولا الكويريز ولا الاتنين? عايز الجداول. اه. هجيب من الامبلوي وهدوس نيكست. عايز تجيب ايه من امبلوي? عايز خلاص كده? اه. عايز حاجة? اه. عايز ايه? عايز حاجة تانية? لا مش عايز حاجة تانية. هو ده. هايد ولا مش هايد براحتك بقى. خلاص في المنها دي. في المنها دي خلاص. ودي ايه? خلاص. نزل. تعال بقى هنا. وعمل لي ايه? تعال شغل الفورم كده. وفتح دي كده. جدول تاني خالص. بس مش هيأثر على حاجة لان ما فيش هنا فورم. فيها امبلوي. يعني هنا الفورم دي لو كانت مرتبطة بالامبلوي كانت هيأثر عليها. لكن هي اصلا مش امبلوية. ده دي فورم دي بيأثر عليها صاحبها اللي هو الدبارتنت. لكن الامبلوي مالوش علاقة بيها فايه? زي ما ملاحظين كده مع بعض. مفيش هنا حاجة خاصة بالامبلوي عشان تتأثر اصلا. يبقى انا كده جبت من جدول تاني. طبعا الموضوع الاخير سهل اللي هو ايه? انا لو نزلت كومبوكس كده. اخد بالك ورحت مختار الاختار ونصف بيقول لي حط بمزاجك بقى. يعني حط ايه مسلا? ادي ايه? اخب بالك بي. سي. دي ايه لاخيره بقى خلاص? تزبط اللي انت عايزه وممكن تدوس على طول. بقول لك عايز تخزنه في حقل. تقول له لا لا مش عايز اخزنه في حقل. هو زي ما هو كده. وخلاص. ودي ايه بص بقى هنا لو انا جيت ايه? شغلت يعني انا الوقت هعمل كليكي مين وعمل سيف. تعال اشغل الفورما على كده. بص هتلاقي اللي انت حطه موجوده قدامك. وامطلع لك كمان علامة لو دست عليها تعدل في الايتمز اللي عندك. اهو ايه رأي يا جماعة? اهو بتختار اللي انت عايزه وبتعدل في اللي انت عايزه. وانت كده المفروض دي بقت لعبة من ايديك بفضل الله. الاشتراك واللايك والشير والمشاهدة اكبر دعم لينا بفضل الله عشان نستمر ونقدم لكم كل جديد. وتأكد تماما انك اي حاجة بتتعلمها وبتنشرها وبتشارك ربنا سبحانه وتعالى هيفيدك ويعلمك اكثر وهتاخد صواب على كل حاجة بتنشرها لنا.